الآن إلى الشقة الثاني من البرنامج والموضوع ترقية السياحة الثقافية وبعثها من خلال الحديث عن اليوم الدراسي حول الموضوع المقرر غدا كما نفصل كذلك في أهمية الترويج للمقاصد السياحية الجزائرية والسعدادات موسم الإصطياف المقبل مع السيد عبدالحامي الترجيني وهو مدير التهيئة والمحافظة على العقارة السياحي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية مرحبا سيدي شكرا على تلبية الدعوة شكرا لكم وتحية للجمهور الكريم بداية سيد ترجيني غدا ندوة وطنية حول السياحة الثقافية ما هي أهمية هذه الندوة التي تنظم بالتنسيق بين وزارتي الثقافة والسياحة والصناعة التقليدية وما هو البرنامج المسطر بالمناسبة شكرا في الحقيقة كما تعلمون أن السياحة هو قطاع عمودي يحتاج إلى كل قطاعات يحتاج إلى طاقة يحتاج إلى كهرباء يحتاج إلى كثير من القطاعات التي تشاركه وترافقه في بناء المقصد السياحي الجزائري وثقافة تعتبر من بين القطاعات المتميزة والتي يحتاج إليها كثير القطاع السياحة لأنها تمتلك خزان كبير ومؤهلات ثقافية ممكن أن تدرج كمنتوجات سياحية أهمة وهذه الندوة تأتي في هذا الصدد كي نفعلها بصفة ميدانية بعض العمليات حتى نظهر للعيان كل ما يتوجد في قطرنا الوطني وهذه الندوة كذلك ستجمع كل إطارات الوزارتين وكذلك مختصين وخبراء في الميدان الثقافي والسياحي حتى نضع الكيفية والسبل حتى نرقب السياحة الثقافية إلى أعلى مستوى نعم طيب ما هي الجوانب برأيكم سيدي التي يجب مراعاتها أخذها بعين الاعتبار لترقية السياحة الثقافية وبعثها وما هي أهمية التكوين في هذا الجانب في ظل لمس بعض النقائص ونحن في زيارتنا لعديد المناطق الأثرية الجميلة جدا الجزائرية بالطبع السياحة الثقافية تحتاج إلى أولا تثمين المواقع والمسالك الثقافية التي تتوزع على القطر الوطني هناك أثار هناك متاحف هناك كثير من المسالك هناك كذلك قصور قديمة ومدن قديمة يجب تثمينها وإعادة تأهيلها لكي تستقبل السواح ونحتاج كذلك إلى مرشدين في المجال الثقافي لأن السائح عندما يتنقل إلى منطقة ما يحتاج إلى معلومات يحتاج إلى أن يكتشف هذه المنطقة وتقاليدها وثقافتها وكل ما يخص هذه المنطقة لذا يجب أن يكون هناك تكفل كبير أو ملم بكل جوانب حتى السائح يجد ضلته في هذا المنتوج الثقافي السياحي ويجب كذلك أن نعلم أن عالمياً السياحة تزين حوالي 20% من السوق العالمية حيث تصل مدخولات السياحة الثقافية إلى حوالي 300 مليار دولار سنوياً كما يعتبر العدد السواح الذين يتنقلون لأهداف سياحية ثقافية أو يدريجون المسالك الثقافية في سفرهم إلى حوالي 40% من العدد الإجمالي للسواح الذين يتنقلون عبر العالم السياحة والثقافة علاقة دائمة ومستدامة سيترقين عنوان أحد المداخلات للندوى الوطنية حول السياحة الثقافية ما هي أبرز النقاط المدخلات الجوانب التي سيتم تناولها في هذه المداخلة المهمة جدا قلت لك أن السياحة والثقافة قطاعين شقيقين يعني إن أردنا أن نبين هذه العلاقة الجيدة التي يجب أن تكون ويجب أن ترتفع إلى شراكة دائمة ومستدامة لماذا مستدامة؟ لأن السياحة ثقافية عالمياً تعتبر أو تعرف بالسياحة الجيدة والسياحة النقية لأنها لا تمس بالمحيط وتحافظ على التراث وتحافظ على التقاليل لأن السياحة عندما يتنقل إلى مكان ما لغرض اكتشاف سياحة ثقافية لا يمس بما يجده ويحافظ عليه ويشارك المواطنين المتواجدين في ذلك المكان تقاليدهم ومهرجانات التي يقيمونها في هذا المجل والسياحة والثقافة هي تعتبر سياحة نقية كما قلت لك لأنها تدخل في طار تجسيد تنوية المستدامة التي تحث على الحفاظ على المؤهلات السياحية لا يجب أن تكون السياحة مدمرة للمحيط يجب أن تحافظ على المحيط لكي تبقى هذه المنتوجات السياحية للأجهال المقبلة كيف نحافظ على المحيط على هذه المكنونات على هذه الثروات الثقافية السياحية الأثرية سيد ترغيني في ظل وجود سائح لا يتوفر على الحسة البيئية على الحسة الثقافية الفعل السياحي بحد ذاته كيف نحافظ عليها؟ بالطبع قلت لك إذا امتزجت السياحة بالثقافة نتحصل بالطبع على سياحة ثقافية ولكن يجب أن نكرس الثقافة السياحية كذلك لأن الثقافة السياحية هي التي تعطي هذا الحسة للمواطن حتى يحافظ على هذا الخزان الكبير من التراث والتقاليد وكذلك ومحافظ على الهوية الوطنية عبر المنتوج التقليدي الصناعي عبر كثير من التراث اللامادي كذلك يجب أن نثمنه وقلت لك السائح عندما يتعرف على منطقة ما يصبح جزء من هذه المنطقة يصبح فرض من هذا المجتمع ويحافظ على تلك الثروات نعم سيد ترجيني نحن مقبلون على موسم استياف ودائرتكم الوزرية شرعت في التحضير وللسعداد لهذا الموسم لإنجاحه من خلال تقييم الموسم الفارض وتحديد أبرز النقائص الواجب لاشتغال عليها وتحصينها وتفاديها ما هي أبرز ملاحظاتكم على الموسم الماضي وكيف تسير التحضيرات شكرا فيما يخص سياحة ساحلية أو السياحة الموسمية هناك نوعين من السياحة الموسمية في الجزيرة هناك سياحة الصحراوية التي توافق المرحلة الشتوية من شهر أكتوبر إلى حوالي شهر آبريل وهناك تأتي بعدها السياحة الشاطئية أو السياحة الساحلية التي حوالي من جوان إلى سبتمبر هناك كذلك سياحة أخرى سياحة الحموية التي لا تعرف موسمية هي كل سنة فيما يتعلق بالسياحة الصحراوية نحن على صدد انتهاء من هذا الموسم وهذا العام عرفت قفزة نوعية في مجال السياحة الصحراوية حيث تمسنا كثير من الوافدين سواء من المحليين أو الأجانب إلى المناطق الصحراوية حيث شهدنا تضاعف العدد فيما يخص سياح الوطنيين حوالي ضعف العدد شهدناه بالنسبة للعام الماضي فيما يخص سواح الأجانب تضاعف العدد إلى ثلاث مرات العام الماضي كان حوالي سبعة ألاف سائح هذا العام حوالي ثلاثة وعشرين ألف سائح أجنبي توافدوا إلى صحرائنا الكبيرة فيما يخص وهذا يعني راجع لسياسة قامت بها دائرة الوزرية وعلى رأسها السيد معي للوزير الدكتور حسن ملموري الذي أعطى أهمية كثيرا وهمية قصوى لهذا المنتوج السياحي لأنه يعتبر المنتوج التي ممكن أن تضمن به الجزائر بأكمالها يكون هو المنتوج الأساسي منفرد ومتميز متميز كثير ويجب أن نعمل يعني كل سنة نطوره حتى نصل إلى ما كان عليه يعني في السنوات الماضية ثم فيما يخص السياحة الشاطئية التي نحن على صدد تحذيراتها فكذلك معي للوزير أعطى تعليمات أحبر لقاء يعني نعقد في بداية هذا الشهر وجمع كل الفاعلين والمتعاملين في إطار الذي عندهم يعني علاقة مباشرة وغير مباشرة وغير مباشرة بموسم الأسطياف كان مدرأة يعني الولايات والإطارات إلى غير ذلك من المسؤولين على الفنادق حتى نوفر كل محيط وكل يعني الوسائل والظروف الملائمة لإحتضان يعني المصطفين في أحسن الظروف نعم يتم التركيز سيطريني على الأمن والصحة على نوعية الخدمات على الفضاءات وأيضا النشاطات الثقافية والترفيهية في موسم الاستياف هل تم ضبط كل هذه الجوانب أم أنتم فقط في بداية الاستعداد والتحضير؟ يعني الاستعداد عنده بعض الشهور لأننا قمنا أولا بحصيلها حول العام الماضي حيث لاحظنا أن العدد يعني المتوفدين للشواطئ يزداد يعني كل سنة وهذا ما يتطلب جهد أكثر حتى نوفر كل يعني الظروف وكل خاصة هايك الإيوال التي تنقص كثيرا هذه المناطق الساحلية يتم حاليا هناك زيارات ميدانية يقوم بها إطارات الوزارة لكل الولايات الساحلية حتى يتفقدوا يعني ميدانيا للمعينة للمعينة يعني ميدانية لكشف يعني كل المقائس وحالة يعني كل المشاكل التي قد تظهر يعني لن ننتظر حتى يأتي المشكل لجب أن نتفقد الأمور استباق المشكل بالحل وهذه السنة يعني هناك كذلك لجنة كلفها سيد معينة الوزير وعلى رأسيها سيد الأمير العام كلفها بمتابعة هذه التحضيرات يعني بصفة مداومة ولكي يعني لا يكون هناك يعني أمور قد تسبيق هنا ويجب أن نأخذ بهاي الاعتبار كل يعني كل الظروف يعني حتى يساهم يعني كل يعني الفاعلين في هذا في هذا القضية نعم توقعتكم بالنسبة لعدد السياح سيد ترقيني قلت لك عدد سياح في العام الماضي أو عدد المتوفدين حوالي 132 أظن في العام الماضي ونشهد يعني حوالي في الأربع سنوات الماضية هناك ازدياد حوالي بعشرة بالمئة إلى خمستاش بالمئة من هذا العدد وهذا يطلب يعني قلت كما قلت لك جهد أكبر حتى نوفر كل يعني الهيئة للإيواء لهذا كين كين حل وضعته يعني دائرة الوزارية وهو تشجيع مثلا مخيمات للاحتضان العائلات حتى نوفر يعني أسيرة أكثر وهو أسيرة موسمية يعني تحل المشكلة بصفة مؤقتة نعم السيد عبد الحميد تركيني مدير التهيئة والمحافظة على العقار السياحي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية شكرا جزيلا سيدا على المشاركة معنا في البرنامج وبكل هذه المعطيات شكرا للمرة